اخيرا يا شباب بعد انتظار تم اصدار التعديل الخاصة بالبلاستيشن سري 490 تعديل الهن يا شباب اخيرا الهن تشتغل على اي جهاز بلاستيشن سري تقدر تعدله التعديل ازلت مبارح بالليل من موقع برتغالي ولكن ما بحبوش اوي فاستنت لحد ما ازلت تعديل من الموقع الروسي كان نفت نزل الموقع الرسمي باسسر اكسبلويت ولكن اتأخرت فخلينا في الهن الروسي ونردن هعدل الجهاز البلاستيشن سري على الهن الروسي يلا بينا نخش في الشرح بس ابل نخش في الشرح تنسى ان تعمل اخو لايك سبسكرا واشتراك واتفعلك الراحة والسلام في الوقت الجديدة ويلا بينا نبدأ السلام عليكم وزيقوا على اخبارك وعملين يا ربخنا دايما معكم وستنفعيش في فيديو جديد اخيرا لشباب بتعديلة نزلت داس كتير اجهزة بتعتكت مركونة اليومين اللي فاتوا وما كانت فيه ألعاب ما كانت فيه اي حاجة تشتغل عليها بسبب الهن ان هو حدس الجهاز بتاعه اربعة تسعين وهنا جات المشكلة ان مفيش هن فبالتالي الجهاز بقى حتة حديدة معا مش قادر يعمل بأي حاجة غير ان هو لو عنده استوانات طبعا يقدر يلعب او اكاونت غير كده ما تقدرش تعمل علي الجهاز اي حاجة انما تم اصدار تعديلا براح بالليل اللي هي التعديلة من موقع برتوغالي اللي هو زيمود وبس يعني انا ما بحبوش او ما بفضلوش او في التعديل فاستنت لحد مزلة التعديلة بتاع الهن الروسي ان شاء الله وانا دلوقتي معاكم هنبدأ نشرح ازاي تقدر تعدي الجهاز البرستيشن سريب تاعك على اصدار اربعة تسعين على الهن الروسي كل انت هتحتاجه وتحتاج فلاشة وتكون اي مساحة مش مهم تكون كبيرة او صغيرة الملف كل مساحة الملف تقريبا بحوالي متين ميجا فانت مش محتاج فلاشة كبيرة محتاج فلاشة بس ويكون عندك نت عشان الجهاز بتاعك ونوصل الفلاشة بقى دلوقتي في جهاز الكمبيوتر والملفات اللي انا استخدمها كلها تلاقي في الكومنت المثبت زي ما انتم ما متعودين يلا بينا نذهب على جهاز الكمبيوتر أول حاجة هتعمالها لازم تأكد من الفلاشة هتقدر تسسريه الملف وتتудь من انها فات 32 من有 Medical Cornile الآن بار observers plate هت accustomed منيفت رجم بعد ذلك تدوس على Format بعد ذلك ياخذ injury هتود بعد ذلك لازم الIFLS fourteen ونتحود إلى phate 32 بعد ذلك تنزي هذا الملفات لاحج كما قلت ويستمتك سيِذراك تمام الفيع ده كده كل انت هتعمله هتيجي اول حاجة هتاخد الصفت ده ده الصفت الاصلي تاخده هنا كده وتحطه برا ما ينفعش يا شباب تخش هنا مثلا يعني مثلا ده كان جوه هنا لو دخلت خط دي حطتها برا هنا كده مش هيقرأ معاك على الفلاشة مش هيقرأ لازم ابدت دي تبقى جوه باسس ري كده بالزبط يعني لازم باسس ري بقى جوه ابدت ويبقى جوه بقى لف الابديت بالشكل ده كده ولازم الحروف تبقى زي انت ما شايف قدامك كده هنا كابتل وهنا كابتل وهنا كمان كابتل زي انت ما شايف ببقىش في حرف نوالس او نقطة نقصة فعشان كده بقى اكد عليكم في النقطة دي انا هرفع لكم الملفات مجرد ان انت تاخد دست باسس ري انت كده في التمام وما فيش معاك اي مشكلة كده انا اخدنا الصفت الاصلي هنروح بعد نركبه على جهاز البليستيشن ونسبته الوقتة شايفنا على جهاز الكمبيوتر الخطوة دي ما تعملهاش لو انت عندك اصدار 490 يعني لو جهاز بتاعك على صفت وير 94 تجاوز الخطوة دي لو جهاز بتاعك على صفت وير اقل من كده لا لازم تعمل الخطوة دي لو جهاز بتاعك على كاستم فريموير لازم تعمل الخطوة دي وهي ايه الخطوة دي؟ من انت حضراتك ستيجي هنا هتلاقي الملفات دي تبعاً في الكومنت المسبت تحت هتفكى الدغت بتاعها تظهر لك بشكل ده ده الصفت المعدل او هايبرد في موير وده الوفيكل او والصفت الأصلي. فهتيجي هنا تأخذ الصفت الأصلي ده قط. لو انت الصفت بتاعك أقل من 490. تحط على سطح الفلاشة. تكون الفلاشة متفرماتة على فات 32. هتعرف ازاي هتدوس على الفلاشة كليك مين بروبيرتز وهتيجي هنا تدوس على بروبيرتز دي وبعد كده فايل سيستم تتأكد ان فايل سيستم دي فات اتنين وتلاتين. لقيتها فات 32 يبقى الفلاشة بتاعتك كده تمام مش محتاجة فرماتها لايتها اي حاجة تانية. وبعد كده تدوس على فورمات وبعد كده تختار من هنا فات 32. من فايل سيستم دي تختار فات 32. بعد كده تدوس على ستارت هيبدأ انه يعمل فورمات للفلاشة وتحط عليها الملفات زي ما انتم شايفون كده. خدنا الملف الاصلي وحطناه هنا على سطح الفلاشة. بعد كده نأخذ الفلاشة بقى نوصل على جهاز البلاي ستيشن بتاعنا. بعد كده نروح على جهاز البلاي ستيشن يا شباب ننشغل بس نسجل نيجي هنا نروح بقى للاعدادات انا الجهاز بتاع ده اصلا على سوفت وير اربعة تسعين ازاي نعرف هنخش في system setting وبعد كده هننزل تحت system information هنتأكد ان رقم اصدار الجهاز اربعة تسعين بس كده تمام تمام هترجع وبعد كده تطلع في setting فوق هتلاقي system update وتنزل storage media هيقولك ان فيه موجود على الفلاشة سوفت وير اربعة تسعين لو انت السوفت وير اللي عندك لو انت رسالة دي مجتلكش لو جيت تدوس اسألك ما فيش حاجة على الفلاشة اتأكد من كم حاجة كده عشان ما ننعدش نحكي يوم كتير شوف الفيديو ده فيه شرح زي تعالج المشكلة بتاعت الهين ان او السوفت المعدل ان هو ما بيقراش على الفلاشة بتاعتك كل حاجة موجودة في الفيديو عشان ما تتعبش نفسك هتدوس على عيس عشان تنزل السوفت المعدل الصفت الاصلي اسف وبعد كده نستنى السوفت الاصلي يخلص ونرجع نكمل بقيت الشرح دي الوقت يا شباب السوفت الاصلي زي انتما شايفين خلص ونزل ودلوقتي جهاز البلستيشن بتاعنا بيفتح استنى لحد ما يفتح فتح الجهاز دلوقتي هنروح لي الاعدادات لو كان السوفت وير بتاعنا اي سوفت وير قديم هننزل نتأكد ان بقى الاصدار الحديث سيستم انفورميشن هنا وهنلاقي ان بقى اربعة سعيد معنى كده ان الجهاز بتاعك دلوقتي على احدى السوفت وير ممكن طريقة تانية تعمل بها الابديت ان انت ممكن تطلع فوق تخش في السيستم دي وبس وتوصل ان انت على الجهاز وتدوس على ابدات في اي ا انترنت بعد كده هيخش لما تخش كده هيجب لك رقم السوفت وير الموجود انا عندي هنا بيقول لي انت عندك هنا اخر ابدات مش محتاج تعمل ابدات انت عندك هيقول لك ان فيه موجود او اا فريموير موجود تقدر ان انت تعمله ابدات بس كده adesso تitated اننا من خطوها الي جايي يا زيه هنروح على نجهز الكمبيوتر نحط الصوت المعدل لازم تحد دعوсь على الجهاز الكمبيوتر كدا انا على جهاز الكمبيوتر هنرجع هذا المكان varios تاني صوت الاصلي وهنا هنا بقى ناخد الصوفت المعدل بنفس الطريقة بالظبط الكده ن laisseみ Här having to playstation ونضعها على سطح الفلاشة ما ينفعش يا شباب في اي تغيير انا ناخده زي لا تعرف به إي اس – right –или جوا ابدات وا titه ملف الـ update وبكده يكون جاءنا الصوت المعدل على الفلاشة وناخد الفلاشة ونروح على جهاز البلاستيشن عشان ننزل صفت المعدل نروح بقى على جهاز البلاستيشن هنخش في System Update و Storage Media هنلاقي هنا انه بيقولك فيه اصدار Hyper Frameware واصداره 94.2 ده الاصدار الروسي همده CS وهنستنى كده لحد ما يخلص بقى lupdate هنستنى خلي بالك ان الفريموير القديم مش هيشتغل معاك فريموير اللي كان نازل ده هيشتغل معاك لو على التعديلة الخاصة بالموقع Zemood اللي هو البرتغالي اما لو هتستخدم الروسي لازم نزل prosper او soft المعدل الروسي المستشجل هذه الوقت ساتن انتما ترابرون ان الجهاز يعمل وكده نزلنا soft المعدل لو راحنا للقاح نتأكد برضى system وننزل تحت خالص في System informative أرمى رقم softwareAbs490 كده انت نزلت كل حاجه تمام كده فاضل ان انت تنزل الهن على الجهاز بصوا يا شباب لو رحت تنزل الهن من غير ما تنزل الصفت المعدل مش هينزل معك ولازم الصفت المعدل اللي هو الاصدار ده 94.2 مش 0.1 تمام فانا بأكد عليكم الحاجات دي لان الحاجات دي هتقف معاكم وهترجعوا تسألوني عشان كده بأكدها عليكم هتخش في انترنت براوزر وهتخش هنا في اللينك اللي هيتكتب قدامك على الشاشة ده بالزبط زي ما انتم شايفين ده اللينك اللي هيتكتب قدامك يا شباب بالزبط من غير ما تغلط ولا في اي حاجة n-i-k-o-l-a-e-v-i-c-h-two-three-dot-get-hub-dot-i-o-slash-3-1-1-slash بعد كده تدوس على الزرار اللي صار تليف نص الدرعة ده مرتين واربعض هيبدأ انه يحمل معاك زي ما انتم شايف كده الصفحة الخاصة بالتعديلة وفيه لينكات قدامك هنا وفوق هنا بيقولك لو عايز تنزل الصفت الهايبرد كده كده هتلاقي الصفت المعدل في الكومنت المثبت تحت هنيجي هنا ندوس على اللينك الاولاني اللي هو اول واحد زي ما انتم شايف بينزل اول لينك زي ما انتم شايف برضو الروسي واخد من زيمود بعض الملفات هننزل هنا هندوس على الهين التاني ده الملف في الهين التاني هو معدل عليه لان الملف في الهين التاني كان مساحته اصغر من كده فهو معدل عليه يعني اضافي بعض التغيرات يعني فهنستنى لحد ما يحمل زي ما انتم شايف خلاص مية في المية خلص بعد كده هتنزل تحت بقى تدوس على هين انستول هيبدأ انه يعمل انستول هتستنى يقول لك هيف المتصفح قوله ياس زي ما انتم شايف اقفر المتصفح وبيعمل تسبيت او انستول هو كده بيثبت الهين عندك على الجهاز بتاعك استنى لحد ما يخلص وبعد ما يخلص هنرستر الجهاز وانشغله تاني وبكده تلاقي الهين موجود على الجهاز من غير اي مشاكل خلص كده الجهاز اشتغل شباب welcome back to playstation هنيجي هنا نخش في game هتلاقي الهين موجودة شباب مجرد بتفعل الهين هتلاقي فيه الباكتج مناجر زهرت لك وتقدر تسبت بقى البرامج ولأي حاجة انت عايزها من خلال الهين لازم تنزل الهين ده للناس اللي عندها مشكلة مع الكاستوم فريموير بس كده شباب كده تكون نزلت الهين على جهاز البلاستيشن سري مش كل الأجهزة شباب انزلها كاستوم فريموير لو انت منزل القاستوم فريموير يبقى الجهاز بتاعك قابل للكاستوم إنما مش كل الأجهزة بنزلها كاستوم بس كل الأجهزة بنزلها هن أي جهاز ممكن ينزلته هنا انا بفضل الهين دائما وانت رؤيته بحسها احسن واريح واسهل وبدون مشاكل وبدون ما ممكن يحصل اي مشكلة معك في اي جهاز البلاستيشن سري بس كده إذا رأيت الفيديو اعجابك تنسلت فنياك سبسك перев Ice فكيف تفهم أجلolas واشتراك binds match وصالح فيديوهات الجديدة جميعا that's對 tutti إلا أنتوا معلم فترة هذه هي فترة للتعديل العديد بالOST فوله يمكن أن تنسى ابتد العديد九大家都 كي تنسى أيضًا اتباع الفترة الجميع な valstay 4 بإذن الله بس كده أشوفك الفيديو بجاي السلام